السلام عليكم مساء الخير نسأل الله الرحمة القبول لشهداء الشعب السوداني في كل الحقب والأزمان الناس الماتت دفاعنا عن حقها والناس الماتت مظلومة نسأل الله يحقق ليهم العدالة في الدنيا والآخر يا رب العالمين والعدالة الآن بدت تتحقق وتظهر عمر الله نافذ يعني نسأل الله أنه يشفي مصابي ثورتنا يا رب العالمين والآن هم عاملين اعتصام قدام مجلس الوزراء طبعا دي صفعة في وجه الشعب السوداني والثورة والناس اللي بتنادي بمواكب والناس اللي بتنادي بثورة جديدة يعني دي نقطة كبيرة المفروض نقف فيها المصابين دي الأخواننا المصابين في ثورة ديسمبر وعليهم سنتين في ناس ثلاثة سنة والناس عانت ما لاقي علاج وما لاقي وظايف الدولة أهملتهم وهم قاعدين يجوا مجلس الوزراء على سينهم مطالبهم دي تتحقق على بتتمثل في العلاج والحاجات وحتى الآن ما في جديد يذكر زي ما بقولي دي شريعة شريحة مهملة وهي الأدت للدور الأسي موجود على مستوى الدولة والحكومة المدنية ولكن الحاجة اللي قابلت إنه كان نازي لقت إهماله وزي ما شايفين ده أخونا وساما اتصاب بطلقة مما أدى إلى بتر الرجل نسأل الله أنه يحفظ الأسرى والمفقودين بخير ما حفظ به الأنبياء والمرسلين يا رب العالمين ويرجعوا سالمين غانمين ويلقونا مواصلين في ثورتنا وحققنا أهدافنا يا رب العالمين ربنا نحفظ السودان والشعب السوداني من الوباء والغلاء والعمل اللي بتكشفوا كل يوم بتكشفوا زيادة أمس كنا بنتكلم في موضوع دورك وواجبك يعني الناس بيقول لي أنت بتقفي للينا وما بتدينا مخرج وحلول صحيح وبتفق معك ما عندك أي مشكلة والوضع ده يعني الناس محبطة وشافة أنه ما فيه حل هو الحلول موجودة أنت طبعا ما در تقوم بيدورك مثال بسيط أمس إحنا جبنا الخطاب بتاع إبراهيم الشيخ وزير الصناعة عضو الليجنة المركزية في الحرية والتغيير بيتهم فيه البرهان اتهام واضح طبعا هو الخطاب ممكن تقريبه زوايا مختلفة كثيرة لكن بعيدا من ده كله قريناه بيزاوية أنه يا أخي اكتشفنا من الكتل الناس في الاعتصام واكتشفنا أنه يا أخوان المتهم الآن واضح وعندنا شاهد يا أخي ما نمشي ندين البرهان ده الآن هو الخلاف عسكري مدني طيب ده نقطة مهمة جدا كسياسيين استغلوها الكلام اللي قاله ابراهيم الشيخ ده ما نمشي به وقده وناشدنا أسر الشهداء ولجان المقاومة والمستغلين وال كل الناشطين قلنا يا أخي بكرة صباح طوالي نشيل الخطاب بتاع ابراهيم الشيخ وجبنا شهود من صفحات قريناه من صفحات بتاع تناشطين أو صحفيين على الأساس أنه كلنا نمشي ويأخواننا والله خلاص عرفنا القاتل منه لجنة أديب يهود الشاهد ابراهيم الشيخ قال ليه أنتوا كتلتوا الآلاف ما دارين تفضوا اعتصام برسودان أو تواجه تيريك وربطنا الموضوع ده بيفرض العقوبات على السودان مجلس الوزراء سمع الكلام مبارح طلعوا بيان قبل ساعة البيان طالع بين نفس الكلام اللي أنا بقول فيه لكن أنت ما دار تقوم بيدورك هم استغلوا الكلام ده وبرقوا ساحتهم أنا حقر إليك البيان عشان تعرف سداته القصة دي مدورة من وين يا بيبي يجبك صرفه دم يتكلم كلام ساعة أنت بس ما دار تسمعي في غيرك بيسمع طلع أنا قلنا يا أخوانا البيان ده حق إبراهيم الشيخ ده بيان مهم جدا ونشيله ونستغله ونمشي نضغط به يت بس ما دار تعمل الحاجة في جهتاني طلعت بيان طوالي هو الحاجة قال لك جمهورية السودان بيان وزارة السغافة والإعلام طبعا موضوع إنه هو أصلي ما أصلي إحنا ما قاعدين نسأل في الحاجة دي لأنه قبل يومين طلع بيان بتاع دعوة الناس لقاعة الصداقة البرهان نكروا ومناوي نكروا والحرية والتغيير نكرتوا أردول نكروا وتاني أردول أكدوا ولجنة زالة التمكين نكرتوا وتاني يوم الاحتفال في القاعة قام يعني فأنا أي حاجة عندي مصدقة هي كلها تحت حديث الموضوع لكن يعمل به في فضائل الأعمال بنقوله يعني فهو قال هنا البيان صدر الليلة بيقول لك يؤكد مجلس الوزراء الانتغال على أن قضية الشرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوة شولة وأن حل الملف هو حل سياسي بالأساس يعني ما حل عسكري لأنه آمس أنا وصفت مجموعة الثمانية قوالين الجاب والحصار الاقتصادي على السودان الآن يعملون على أنه يحصل حصار اقتصادي إذا الجيش ما اشتجاب لحمدوك وما شكتل الناس المواطنين المعتصمين في برسودان فبايدن هدد قال إحنا هنرجع السودان قائمة الدول للرعاية للرهاب وحنفرض عليكم عقوبات وكده فهو حسي مجلس الوزر والمدنيين دارين يبرئ وساحتهم الكلام اللي قلتوا لي وانا مبارح ردوا عليه والليلة ما ردوا عليك أنت يا قحاتي يا طبال أنت ما في ذو الحاسبك معارفين بيتفع لي 500 دولار كلامك لا يخذ به ردوا هنا برئ وساحتهم قالوا يا أخي الحل سياسي يعني حل مع عسكري طيب إذا حل سياسي مشكلتكم مع الجيش شنو أنه اللي يمشي برسودان ما تمشي أنت يا حمدوك يعني حسي أنت تقول لي أنت داعم الجيش أنا ما داعم جيش قول بفرتك في الجيش واللجنة البشيرة الأمنية وحمدتي أنت ولا إحنا أنا ذا شخصية لكن أنت بس دارت طلع نفسك من القصة يعني ها حمدوك ده ما مشى قاعد مع عبدالواحد في يوغندا الصور بتاعت عبدالواحد وحمدوك لقاوكم مرة مرة لقاه بالبنطلون الجنس والقميص اللونه أزرق ومرة لقاه عبدالواحد لابس البدلة أو جاكت بتاع برد لونه أسود عبدالواحد صنع أشتر في اللبس لكن ما يشكال هي حاجة كويس عشان تذكرنا التواريخ لقى عبدالواحد سافر ليه ومرتين قاعد معاو خليك من السفر الحلو المشكلة وين إذا أنتم معترفين إنها سياسية تقعد مع ترك المشكلة شنو يعني لحد ما الموضوع يدأزم تصدروا بيان البيان بتكلم فيه شنو عين الفتنة هما بتطرع أنه ما في حاجة بيعملها حمدوك أو الحكومة المدنية أو العسكرية أو حمدتي لخير السودان أنا دارك تفهم الحاجة دي فهين يؤكد المجلس الوزراء الانتغال على قضية الشرق البلاد إن حلها سياسي طيب بما يخاطب كافة القضايا السياسية والاجتماعية والتنموية لكافة أهل شرق البلاد ويجدد المجلس التشديد على أهمية أن يدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيق عالي بين مختلف مؤسسات الدولة طبعا هنا أنا ما عارف إنهم قصدين السفير السعودي ولا شوني يعني شوني يعني يدار بمركز واحد ما تعلنوا عن المركز اللي حيدير الحوار مع الشرق إحنا مشكلتنا شنو؟ إحنا دارينا الشرق الآن مشكلته تتحل لأنه قلنا الشرق لو انفصل أو حصلت فيها إشكالية السودان كله بيبقى دولة حبيسة الموضوع ده خطير جدا عرفتوا الحاجة دي دوبكم انتبهتوا ليها الآن بعد الموضوع ما تأزموا لغاتكم اتغيرت وين اللغة بتاعة وزير الطاقة اللي قال إحنا حنجيب البترول والبنزين بطرق مختلفة ما عندنا مشكلة لو قفلوا المينة وين الوزير الطلع قال المخزون الاستراتيجي ما فيه أي مشكلة والقمح عندنا يكفي وزيتي ما لكل لغاتكم اتغيرت اتهزبتوا ما لكم؟ ولسه الفترة بتاعة العشرة يوم ما انتهت لغاتكم اتغيرت ليه؟ ما في اللغة كان تهديد ووعيد وإحنا باب نقعد وتيريك داكوز والواقفين معه وديل كلهم كيزان وحنطلع له مؤتمر البيجة بتاع العملتوه الشايبوب ما لكل لغة تغيرت حسي ليه؟ ليه حسي بيقى أنه الحل سياسي ويدار من مركز واحد والدولة تولي الشركة اهتمام ما لكم في شنو؟ الحصص شنو تغير شنو؟ خفتم من شنو؟ ظل مجلس الوزراء يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية تحديدا ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورسودان والطريقة الغومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبغية البلاد عند منطقة العقبة طبعا الكتب الكلام ده هو ميم أساسا ميم وانا حسبت لك حسي ميم الحاجة الثانية الكتب الكلام ده راقت صلطة ما قال تيريك ركز قال يا أخي نتابع تحديدا ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورسودان ما سماها لكن قال تنظيمات وبدأها بكلمة مواطنين اعترف أن المعتيرك دي المواطنين دي خطوة كويسة منبارح قلنا ليه هنا البشير لما انكتل الناس في دارفور ما هو قال بيحارف في الحركات المسلحة وبحجة حركات مسلحة كتل المواطنين أنت يا إبراهيم الشيخ دائر الجيش مشي يكتل ناس الشريك بحجة محاربة تيريك نفس العملية العملة البشير وتفرضوا على السودان عقوبات وتخطونه في نفس الدائرة اللغة تغيرت قال لك يا أخي المواطنين نغدر حقهم والتنظيمات القفلة تلميناء أسي كده اعترفتوا بينهم مواطنين عشان كلابكم ديل تالي ما يطلعوا يكتبوا في الشيرك فلول كلموا المجرم الباطل اللي اسمه ياسر عرمان كلموه واللي تاني ما تقول يا أخي الفلول القفلين الشارع كلموا ياسر عرمان مستشار حمدوك السياسي هو أول من دخل المكتب دالدنيا في السودان جاطة دي ذاته أصل الأشياء تغييرات الحاصلة دي كلها والتطرف الحاصلة أنا قلت لك المتطرفين حيدخلوا الحكومة أنت بس ما دارت لاحظ طيب اعترف ليك أول حاجة أنه الحل سياسي اتنين قال يا أخي دا المواطنين من حقه نكفلوا الشارع ممتاز من إغلاق الميناب والسودان والطريقة الغومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب طبعا هنا بيحاول يخلق فتنة أهلية وحرب أهلية بين الشعب السوداني وبين الناس القفلين الشارع والميناء البطالب بالحقوق دخلنا في النص ممتاز ويود مجلس الوزراء أن يحدد أن يجدد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقا دستوريا تم انتزاعه بتضحيات شعبنا ومع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يحذر من تبعات إغلاق الميناء برسودان والطرق الغومية بما يعطل المسار التنموي في البلاد ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية الجملة دي كاتبة ميم يعني الكاتبة البيانة اللي هو بادي بكلمة جميع السودانيات والسودانيين طبعا عندي ماذا تتحمدوك الفاشلة في الخطاب المنكسر البتخاطب ود البنات بيجاي وانا ويوم المرأة والبطالة بتاعتحمدوك فهي دا خطاب ضعيف جبان إحنا بس بنقراه من باب يعني نرد عليه طيب يحذر من تبعات إغلاق الميناء برسودان والطرق الغومية بما يعطل المسار التنموي في البلاد ممتاز 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 قال إنه قفلة الميناء بتعطل المسار التنموي في البلاد يعطل الشيرو يعني أنا داير أعرف الحالة التي تعطلت داير إحصاء لها تتطلع لها ورقة من المركز القومي لإحصاء أنا حتكلم سياسة وغزلان حول الانصراف يفرشوا الصالون عشان نقعد كلنا دون نازي حلاوة ما كنتوش حلاوة اللصن يلا أقعد نتكلم رياضيات نتكلم رياضيات برح قلت يا أخي عطلت المسار التنموي تفضلت ديني المسار التنموي حقتك في ميزانية عشرين عشرين ميزانية واحد وعشرين الآن أجزت ميزانية اثنين وعشرين اللي تعطل شنو تفضل الطرق اللي كنتو بتنشئوا فيها والحاجات المستوردة من بره فترة القفلة بتاعت المينة أسرد على واحد اثنين ثلاثة تفضل يا أخي وزير الطرق والجسور تفضل نعم أسمعك الديني المركز الغومي للإحصاء الديني تغرير الفترة اللي تقفل فيها المينة لأنه كانت الردود بتاعتكم كلها عجرة فوق أدب ودارين الموضوع يوصع بترول عندنا خليني نكفلوا بنجيب بترولنا القمح والدقيقة عندنا بنعرف نجيبها من وين ادعاولنا مع مصر في استخدام ميناء الإسكندرية والحاويات تسعين في المئة دي لغة ما كانت بتحيل مشكلة فأنا دار الإحصاء أوريني في الأربع شهور أو الثلاثة شهور والشهر القفل في تيريك المينة والبترول ادعطل المينة السودان في شنو تفضل أيوة قوم المستشفات اللي كنت بتعملوا فيها ادعطل فيها كم واحد نعم نعم الطرق والجسور أيوة انت هناك محطات التوليد الحراري تفضل أيوة نسمع المشاريع القومية اللي كنت تشغالين فيها أيوة تفضل العربات الكروزرات اللي بتغيروها موديل السنة تفضل نعم صيانة بيوت المجلس السيادي والزور اللي قاعد في بيت المعوقين وقالوا عبر الرجالة ما صانوا حسي بعشرين مليار جابت ألمونيوم سيراميك بورسالين ما عارف إيش حمامات مقعد شاور بتاع في شنو نتعطل انت هناك أيوة جال أيوة أيوة شاحنات الخمر النقصة الويسك القلة الإضاءة أنا دار عارف قل لي يا أخي أنا كلام أنا الكلام اللي بقول فيه ده لا يعتمد به أنا بتكلم ساي أنا ما جهة احتبارية ولا أنت جهة احتبارية ولا البيانة ذاته جهة احتبارية ولا مجلس الوزراء ذاته جهة احتبارية أي رايك أنا لا أعترف بمجلس الوزراء لكن أنت رود عليه بالأرغام قل لي ماشينا الصباح المركز الغومي للإحصاء جيبنا البيانات التالية عشان نوريك إنه طلع الوزير قال كل الخسائر في أربع يوم ثلاثة مليون جنيه اللي هي ثلاثة مليار بعدين عملوا معه لغا في الإزاعة قال لا الخسائر وإحنا جيبنا الشركة وكلام فارق حاجة عروض عليه وفيه وزير النقل ذاته عندك إحصاءات عندك إحصاءات للتنمية في السودان مظاهر التنمية في السودان مشاريع التنمية في السودان كنتوا بيصلحوا في اللستاد بتاع اللبيض الأرضية حقته وكنتوا بيصلحوا في اللستاد بتاع المريخة الأرضية حقته وكنت بيصلح في استاذ الهلال دي المشاريع التنموية الان اشفتها في اي حاجة تانية حصل في الدولة دي من 2019 شهر تسعة مين استلمتو اديني مشاريع تنموية ويعطل التنمية في البلاد وين التعطير ادعطل وين ادعطل وين مشروع الجزيرة الان انتو بتدرسوا في تمليكه لشركة فرنسية دي اتهامات فارج وده كلام فارغ ايوة كلام فارغ يلا اديني عليك هلا السمادة اللي جبتوه نعم مش دي تنمية ايوة مش المينة دخلت فيه السمادة بتاع الشركة الزبيدة المضروب الصحفيين سكتوا طبعا بتوجيهات المحكم والنيابة العامة انه لا يمكن انك تتكلم في شركة زبيدة وفساد زبيدة لانه النايب العام كواللجنة الصحفيين دي طبعا هم زاتهم جزم قال كانوا مسكين الملف ده جزم يعني الواحد عشان النايب العام قال له اسكت وخلاص احنا احتفظ بالملفات ليه تحتفظ ما تعمل اسم مستعار اعمل اسم مستعار وعمل لايف وقولا البيانات حقتك وحنا بننشره الان الموسم الزراعي ضرب السنة الفاتت والسنة دي والحصاد والخش الخش ده ما تنمية شوالات اخدتوا فيها الحاجات انت زرعتوها زاتها ما هو ده مش التنمية انا دار المركز الغومي اللي حسن طلع عليه تغرير عطلي هاته تنمية تفضل جاوبني المينة قفلة المينة هي القفلة المدارس ثلاثة مليون متهرب من التعليم انا ما اعرف هالمصطلح العلمي بقولوا شنو ثلاثة مليون السنة دي لما انفتحت ثلاثة مليون طفل ما عندهم حتى يخشوا فيها ده الكلام مكتوب حقا وكن انتو وانا ما اشعر في السودان لا تففي ثلاثة مليون طالب اصلا الاجلاس بتاعكم الصيانة بتاعت المدارس المعلمين المعلمين مضربين افتحوا المدارس المعلمين اضربوا بتاعنا السنوي والمتوسطة ولا هول تام لده اضربوا ده علاقة شنو بالمينة والتنمية ما تتكلم ده داخل فيها ولا ما داخل فيها الغرارات دي الغرارات دي داخلة فيها ولا ما داخلة فيها التنمية انت ما بتفعلك قروش الكهرباء وبتقطعها بتدوك لها مقدم الموية بتدوك لها بالشيلة وين الموية علاقة بورسدان وقفلة تنمينا ده ما تنمية تعطيل بتاع مشاريع ترعى السنار المكفولة وترعى ترهد هسع الوالي بتاع السنار اعتصموا الناس في المكتب بتاع الوالي والمحلي الليلة لانه المشروع بتاع الدالي والمزموم انا كنت بقول لك في فشل في الموسم ده ما تنمية ده علاقته شنو بورسدان وين انت منه يا مجلس الوزراء نعم اتفضل انا دائر المركز الغومي للحصة احفظ الكلمة دي انا برد تفعل لك كتير دائرك تحفظه طيب ويود مجلس الوزراء ان يجدد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقا دستوريا تم انتزاعه بتضحيات شعبنا شولا وعلى ذلك فان على عاتغ المجلس ان يحذر من تبعات اغلاغ الميناء بورسدان والطرق الغومية بما يعطل المسار التنموي في البلاد ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في ان يتحصلوا على الاحتياجات الاساسية في شنو احتياجات اساسية السودانيين بتحصلوا به من الميناء شنو يعني ميكب ايوه ايوه ميكب لساتك اه زيت فرامل تاني شنو يعني بنتحصل على شنو حياة اساسية الاساس لو انت دولة منتجة الاساس هو القمح العيش الخدر دي قاعدة هنا في مشروع الجزيرة وفي المشاريع الحول الخرطوم والنيل البيض ودي الحياة الاساسية منو الحس يقاعد اشتري له جزاز بتاع توسان هو منو عندو توسان اصلا يعني الا ناسكم ديل شنو الحاجات الاساسية اللي بتجي من الميناء انا دار عارفة انا دار المخزون المركز القومي للاحصاء يطلع الي الدراسة احنا بنستهلك شنو بيجي مستورد من برا اي حاجة صرفة بتجي مستوردة من برا ايوة قاعدة في الرف ما دي اسمه الكساد ده منو قاعدة اشتريه البتيخة من اتنين مليون بيقى تبيه تلتمية جنيه ومافزل برضو بيشتريه دي اسمه الكساد المرحلة الخطيرة الجاي الركودة الكساد خليوني يطبلوا يقولوا المحطات البنزين فيها جاز والناس ما بيش خليوني يقولوا الكلام ده يواصلوا فيه لمن يفاجئوا انه شهر تسعة الجاي مافزل بتحرك لا موظف لا تاجر كله حيتعطل ما هدي اسمه الكساد البضاعة فيه لكن ما فيقولوا اشتريه به الاولويات ذاته بيقى في انه علاج بتخش بتخد لحالة بسيطة في المستشفى اتنين مليار امانية قبل ما يبدو افتحوا المكانة بتاعتك عارفوك انت ذات الجاز والبنزين هو اساسا ذاته بتخد اتنين مليار يعني ومرتبك اتناشر مليون فانت الان بتتكلم عن شوني يعني انا دار افهم احتياجات اساسية نشوف البيان احنا ما نظلون قال لك ويعلن مجلس الوزراء بان مخزون البلاد من الادوية المنقذة للحياة والمحاليل الوردي على وشك النفاذ طبعا عندي اسمه شنو المخزون الاستراتيجي من الذي قال لكم مخزون الاستراتيجي قبل اسبوعين منو القال سمعت اوين مخزون الاستراتيجي السينيور صرفه انا جيد قلته اخواننا موضوع المخزون الاستراتيجي حيخلي الحكومة دي تتخبط وحيخليها تنصع لي حاجات وتقدم تنازلات وتخلق لها فتنة لانه الموضوع كارسي قفلة المينة كارسة ما تدعملوا معها بالطريقة دي وحسبت لك الايام عشر يوم ووافزوها حتى قال لي اخي بيكفي ستين يوم قلت له ما ستين يوم بعد عشر يوم انت حشوف التغيير اللي بحصل ووريتك انه المخزون الاستراتيجي اللهم شغالين به والان الجاز والبنزين ده حقوقك انت كانوا بلموها وبدسوها وبيقول لك والله يا اخي ما في جاز السفينة ما جات هم عملوه مشاون العشر يوم والقصة حسي حيبدو يتبكو انا قلت الكلام ده صح طيب ويعلن مجلس الوزراء بان المخزون الادوية المنقذ للحياة والمحالية الوريدية على وشك النفاذ انا دار اعرف تجيبوا محالية الوريدية وادوية منقذ للحياة بالبحر كيف فضل السيد امين مكي السيد امجد فريد مسؤول ملف الدواء في مكتب حمدوك انا دارك تجيب لي بتاني تجيبت دواء منقذ للحياة بالمينة فضل مواصفات الدواء المنقذ للحياة بيجي بالمينة بل مينة اه الطيران المصري ده مش كان بيرسلوا ادوية منقذ للحياة اتا امجد مش استلمت شوحنا من من الدواء المصري وانا قمت قلت لك الدواء ده فاسد ما تستلموا وطلع عمين مكي مسؤول الهبات والشحدات في وزارة الصحة وكتب الكلام ده في صفحته قال الدواء المصري فحصناه وفاسد الدواء لا عرفنا ما شوين وامجد شال الرقعة وكان الوقت ده قبل اقالته من مكتب حمدوك ضمن الدواء الحياة جاء ليها انا وريتك يعني قلت لك دعم المخابرات جزمة طلع الدواء الجابوه من مصريين افحصوا جابي طيارة ايو جاب طيارة انت اسي بتقول لي يعني والتكاليف الثلاثة اضعاف السعر اللي احنا بندفعه في الدواء ده ليه ما لانو جايبينو بطيار انتو الدواء جابه لكهم القطريين الاثنين مليون درهم الدواء جابتو لك الامة المتحدة الطيارة بتعطي الامة مش بتجيبوه بطيارة شنو المشكلة حاسي يعني انت ممكن انت تصرف في الموضوع على الدواء المنقذ للحياة ولنفترض انو الدواء المنقذ للحياة ماجا خلاص ترك غلطان في الموضوع ده ايوة حلو انت الشهر الفات الدواء المنقذ للحياة ما كنت جايبه ليه نعم انت انت حكومة هنا هنا المخزون الاستراتيجي بتاع الدوديس ما شنو؟ الامدادات الطبية عندكم مشكلة في 400 مليون دولار وخالي السيليك طلع قال دفعنا فيه 130 والزول الشغال في المخزون الاستراتيجي قال دفع 30 من اصل 400 والادوية المنقذة للحياة ما جات ولما انا طلعت اتكلمت عن وكيلة وزارة الصحة انها قالت مخزن الحاجات بتاع تاني يوم قالوا رفدو طلع ما رفدو وفتحت المخازن والمخزون الاستراتيجي شغال طلع عليكم دفع في الاسبوعين الفاتذين طيب انت كنت وين يا امجة فريد انت كنت وين يا مجلس وزراء لما الشعب السوداني اولادو اعتكفوا في الشارع اطفال السرطان ما كان في ادوية منقذ للحياة والمينة كان فاتح انت كنت وين نعم انت كنت انت 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 كنت وين صيدليات اللي كان فيها روجو مناكير وفرشة اسنان لا سكر لا حقن الادريب يوصل 5 مليون انت كنت وين المينة ما كان قافل قروش وزارة الصحة العالمية 460 مليون دولار جاءت كل الكورونا وغير 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 انت كنت وين ما اجبتوها لي وانا افترض انكم ما بيجيوا بواب الطيارة والمينة كان فاتح والخط فاتح وما كان فيش كالية ليه ما اجبت ادوية منقذ للحياة حس انت بتخاطف في نبي عواطفي انه يا اخي عشان المينة قافل انت ما قادر توفر دواء لا الكلام الفارغ ده ما بيتمش علي انه في تغارير لازم تطلع للناس الناس الشغالة في الامدادات الطبية والمستشفيات الصيدليات الادوية القاطعة يا اخي انتو بنك الدم ده فيه دم متبرعين بالناس من دمهم ده بتقطع منه الكهرباء كشهر كامل الدم باز واجهزة بازة في زول فيكن اتكلم في الموضوع ده حس يتكاتب ليه خطاب عاطفي والله لو قفلة المينة ما تكذب ساي انت كنت وين لمن عندك القروش والقروش الدفعالك القروش الدفعالك اسألوا اكرم منها واسألوا البدوي واسألوا حمادوك القول ليها لجنة حس يجعين تقول ليه يا اخي قفلة المينة هي الاسرد على الدواء تبتلعب على منوينتو طيب ويعلن مجلس الوزراء بان مخزون البلاد من الادوية المنقذة للحياة والمحلية الوردية على وشك النفاذة هو حقيقة كان نافذ تماما والشعب السداني باصر اموره يعني الاربع خمس شهور الفاتت ما كان في دوية منقذة للحياة وخلي زول يطلع يكذب الكلامنا ما كان في ادوية منقذة للحياة الناس كلها بتجيب دواها من بره وبتجيبوا بالطيار وتجار الشنطة حسي شغالين دوا البيجيبوه بطريقة البصات من مصر شغالين دوا حبوب منع الاكل زادة بجيبوها بالشنطة بالباص يعني ما في اي حاجة في الكوكب ده انت بتخوش على الناس يعني شنو منقذة الحياة بتعرف له شنو زادك ووزير الصحة وينو طلع مؤتمر صحفي واحد وتاني ماكرروا اللي طلع يوري ناس المنقذة للحياة شنو الكان بيجيبها من بره والاحتياط اللي لسه كتب قليك اللحصة ده يطلع ليه البيان بتاع الادويل بيجيبه من بره عن طريق برسودان وجايب شنو جايبه منو الليلة بنك السودان بيتباهه بيقول احنا عملنا مزاد لتزعتاشر مليون دولار وما في زال يشتراها عينو البلد وصلت وين وفرت الدولار وفرت الدولار شنو في حاجة اسمها كساد اشتري بيها بضاعة من بره يجيبه يبيع لك شنو منو اللي بيشتريها اللي بيشتريها منو الان الناس عندها مليارات ما عارفة تستثمر شنو في السودان التحمر ولا شنو 19 مليونك حققت الشهر ده والشهر الجاي والبعدي ومنو اللي بيستثمرها الان في السودان منو اللي بيشتري حاجة ومنو اللي بيبيع منو اللي بيشتريها خليك من مشاكل المينة والشرق انها تخوش كيف البضايع دي مشكلة كبيرة جدا وحلها ما قريب باللف والدوران اللي أنا شايفوا عدم مواجهة الحقيقة ما حتحلوها قريب طيب احنا دارين نتكلم منو مرتبوا عشرين ولا ترتين مليون مع المدارس الفتحت اقل طالف في مدرسة حكومية ولا خاصة دار له على اقل اتنين مليار في السنة والزول مرتبوا كله اربعين وخمسين وستين سبعين جنيه مش مليون جنيه ولا الف منو اللي بيشتري ما فيه ما هي ده مرحلة ركود وكساد حتاخد فترة طويلة قوى الشرائية بيقات ما فيتستورة شنو من بره انت بتخدعه في منو الناس موفرة قروشة للعلاج جاي تتكلم حسين انه اللي كان عندك انت عملته في شنو المنح حجاتك والادوية اللي كانت بتتخزن في المخزون الاستراتي الهنكرات اللي بتصوروها في جبرة والديتوين ده جاي اللي لا تتكلم عن انه يقفل تلمين الدو طيب والمحالين الوردية بالاضافة لعدد من السلع الاستراتيجي الاخرى والتي تتضمن الوقود والقمح ويشير مجلس الوزراء الى ان استمرار عملية غلاغ المينة والطريقة الغومي سيؤدي الى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وامداد الكهرباء بالبلاد قاله حيأثر على التوليد الكبير للامداد بتاع الكهرباء في البلاد في ذو المعترض على الحياة دي انت هناك تفضلي انت تفضلي بتعملي العصيدة وملاح الروب ووقفت الخلط قال حيأثر على امداد الكهرباء ما يأثر على امداد الكهرباء احنا دعودنا احنا لما نجينا سألنا امداد الكهرباء ومتأثر ليه قالوا عشان الفيرنس طيب لما رفعتوا تكلفة الكهرباء في بداية السنة وعملتوها مليون في المية كويس الواحد كان بيشتري بمية جنيه بيقى بيشتري بعشرة مليون وبعد ذا الكهرباء قاضع اربعة خمسة شهور متواصلة اتناشر ساعة في اليوم تقدر تشرح ليه الكهرباء كانت بتمشوين المخزون بتاع الفيرنس كان بمشوين القروش قابضة مقدم عندكم اجابة الاجابة وزير المالية قال قروش الكهرباء ما قعد تجيني في وزارة المالية هل عملتو تحقيق في الحاجة دي خليك من قفلة المين الكلام ده قلتو انا ولا قالو جبريل احنا القروش بنوديها وزارة المالية لكن ما شايفين الايرادات وما شايفين العائد بتاع القروش والفيرنس ما قاعد يجينيه ولا احنا قاعدين ندفع وزير المالية رد ليه ممكن تطلعوا عليه البيانين دي اللي لو سمحتوا يا اخوانا وتخدتوا اللي في صورة واحدة عشان نعملها يشير والناس تشوفها نكروا قروشها الكهرباء اللي بتدفعها انت حس جايد باكة يقول يا اخي الفيرنس هيأسر على قطاع الكهرباء ما يأسر خليه يأسر لانه جاي يعرسهم فيو كلك بس عازم تحفظ انه في جهة بتطلع البيانات معتمدة رسمية احنا بننتج كهرباء قدر شنو وبنستهلك كهرباء قدر شنو ودارين فيرنس قدر شنو ثلاثة حاجات في موضوع الكهرباء عرفنا موضوع الادوية المنقذة للحياة الادوية المنقذة للحياة دارين بيان هي شنو والبتجيب البحر شنو وما بتبوز وبتستورد منه وبتتوزع وين والمجان فيها والدعم الحكومة شنو الحكومة ما دعم حاجة في الادوية طبعا رفع الدعم عن الادوية انتو عارفين ومزكرين يبقى الحكومة ما عندها مشكلة في الموضوع ده ما تدخلت تحنس نفو ما دام انت رفعت الدعم من الجاز والبنزين والقمح يبقى مشكلتنا مع السوق الحر التجار تحرير السلع خلاص احنا نتفاهم مع التجار ونحلل السوق وفدي من التجار والمواطنين المتضررين ونمش نقعد مع تيرك احنا احنا ما الدولة انت انت اش دخل امك يعني الحكومة مجلس الوزراء اللي من يخاطبني يقول ليه ادوية منقذة الحياة وانت ده علاقتك باشن انت مش رافع الدعم منها اي انت مش ما بيتوردها اي مش بتبيع الادوية الدولار لشركة الدواء والشركة اللي بتجيب مناكير بسعر واحد وفي مناقصة وفي عطاء واحد يعني ممكن الزولة اللي بيستورد المناكير والطرح يفوز بالعطاء بتاعة 19 مليون دولار ويحرم الشركات بتاعة الدواء مع منافسة حرة مش ما قاعد انت خصصوا حاجة يقول لك حاصل حصائل الصادر وحصائل الزفت ممكن السنة دي يجي زول بتاع مناكير يفوز بالقصة دي كلها يشيل الدولار ده كله يجيبه مناكير من حقه على الحكومة علاقته شنو ما بتبيعه مش انت زمان كان الدواء عنده خصوصية دولار الدواء دولار الدواء الجمركي والشركات بتاعة الادوية والغير والغير وحس الخصوصية انتهت بيقى هو بتاع المناكير واحد بدون دولار واحد والشيفة اللي بيجي الصباح بيحضر العطاء وبيفوز بيو دواء ماف خلاص ده ممكن يجيبه مناكير لساتق عربات يجيبه انتو قاعدين وين هاي الشعب الكريم الخطابة اللي بيمرر فيه الجسمة ده هو انت علاقت الحكومة بالشعب شنو حسي دعمي وما دعمي وما رفعتوه خلاص احنا القمح ده إن شاء الله مايجي انت بزعي لك شنو إن شاء الله القمح مايجي إن شاء الله القهربة تقطع الحكومة علاقتها شنو أنا بشتري مدعوم ولا لا ما في مدعم أنا بشتري قمح عيشة بيه تجاري بشتري كهرباء تجاري موية تجاري فيرنس تجاري بنزيم تجاري يبقى الحكومة علاقتها شنو نمتكتب ليه مجلس الوزراء تبنى القضية مجلس الوزراء الحل السياسي يقعد مع تريك هي الآن يحملني كل النتيجة بتاعت الموضوع يخلق ليه فتنة أهلية إنه إحنا نحمل ناس برسدان المواطنين المعترضين على إنه يا أخو والله والحاجة مسار الشرك ما بمثلنا وإنه انتخبتوا ناس ما بمثلونا واللجنة دي أخي تصرفات عدائية وما دخلت قروش وما جابت قروش ووسلت المطالب إنه يقالت حمدوك نفسه إنتو الوصلت الموضوع الحد المطالب حقاته ما كانت يقالت حمدوك قبل أسبوع بيقى تقالت حمدوك إنتو لو رفحت السكفي بتاع المطالب وأزمت الموقف والآن بيتدخنني في مشكلة أنا ما عند علاقة بالموضوع وإنت ذاتك ما عندك علاقة يا حكوم أدوية منقذ الحياة عرفتوها بتاني ده مفروض الملف ده يتفتح والصحفيين يشتغلوا فيه والإعلام يشتغل فيه والناشطين يشتغلوا فيه حكومة علاقة شنو بد أدوية منقذ الحياة جيبوا لون الحالات الماتت عشان أدوية منقذ الحياة يخصتوا أنا تسوكسيجين ما فيه ما قادرين تملوها ويقصيجين ما قادر تملوها تتكلم ليه عن أدوية منقذ الحياة أنت طيب ويعلن مجلس بأن مخزون البلاد من الأدوية المنقذ الحياة والمحالية الوريدية على وشك النفات حيث تعثرت بسبب غلاق الميناء والطريق الغومي كل الجهود للإفراج عن الحوايات المنقذة للحياة والمحالية الوريدية بالإضافة العدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح ويشير مجلس الوزراء إلى أن استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق الغومي سيؤدي إلى إنعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد الكهرباء طبعاً هو سيؤدي إلى انفجار الموقف هو بس قال السلع الكهرباء داري هددكم بالكهرباء يتبقى تخاف من الكهرباء القضاء في ذلك يخاف منها ما خلاص في الأصل إنه ما فيه كهرباء في السوداء والبلاد وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة شعبنا هنا طبعاً داي لغة الميم لاحظت الحركة بتاعت الخباسة يعني لو تقرب الصوت بتاع جريمة في حق الملايين المواطنين ويزيد من معاناة شعبنا هي تكتبت كده ده الصوت اللي تكتب ده الزورة اللي قال جريمة في حق ملايين المواطنين ويزيد من معاناة شعبنا شعبك بعاني ليه قوم 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 الكتب الورق ده اتفضل شعبك بعاني لشنو أصلاً خلي زيادة المعاناة حقتها احنا نبسأل من السؤال الأول احنا بنعاني ليه أصلاً دارينزولي جي فصل لنا بنعاني ليه في تسعين في المية من الخدمات اللي بتقدم في السودان مرفوع عنها الدعم بتفعل مواطن بالسعر العالمي ومقدم بعاني ليه يا بيبي لكن شغل الصوت حقكم وانا بحرق إليكم طبعاً وإذ يؤكد مجلس الوزراء على إله الكامل الاهتمام وبذله كل الجهود لحل طعنا قاعد أقرأ غلط يا أخوان ما عنده مجهود يعني هحسي رغبة كده أقرأ قرأ الميم ده بإخلاص يعني وإحنا ممكن نقرأ ويزيوك كده وممكن نقرأ أززاك كده يعني كده عادي يتفارق معك هزو الحياة طبق عليك أصلاً قال لك ما عارف كل الجهد لحل قضايا الشرق السودان وإفاده عدد من الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحل الأزمة طبعاً ده مفتاح الكتابة هنا قال أوفدنا وفود إلى شرق السودان وإفاده عدد من الوفود مع بقية مؤسسات الدولة هنا يؤكد مجلس الوزراء الانتغال على أن قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى أن حلل كده الملف سيخاطب كل السياسية اجتماعية ويدار هذا الملف من مركز حكومي واحد وبتنسيغ عالي بين مختلف مؤسسات الدولة بعدين هنا جاء قال إحنا رسلنا وفود وإفاده عدد من الوفود مع بقية مؤسسات الدولة ما شرح لي مؤسسات الدولة اللي يستخدم فيها في الخطاب ده قصد منه ما دار يقول المؤسسة العسكرية إمعانا في إظهار الخلاف العسكري المدني في الأول قال يا أخي دارين تنسيغ عالي بين مختلف مؤسسات الدولة المفروض كان يقول الجيش هم مش قالوا حل القصة دي عند الجيش حس يقالوا الحل سياسي لكن يدعوانا مع مؤسسات الدولة مين مؤسسات الدولة المشت لي ترك مين الكتب البيان ده ممكن تجاوب لي قصدك شنو بمؤسسات الدولة أنا دار مفتاح البيان أنا دار زولي دي قتيب لي في الهامش ما عارف بيان معناها كده مؤسسات الدولة نقصد بها المؤسسات التي تقوم بها دار اسماء أنا تفضل أيوا أيوا رسلت منه لتريك وقعد معه ووصل وين الوفدة شفناه وما شفهه الكباش وجه راجع بالليل مخلوع عمل شنو مضى شنو كال شنو أنا ما عارف فيكن زل طلع بيان أحدت مؤسسات الدولة المادرة تسميها مجلس الوزراء طلع بيان لي زيارة الكباشي لتريك تفضل لي اسبوع حسي والمهل عشر يوم وفاضل فيها ثلاثة يوم أنت الآن بتقول لي مسميها مؤسسات الدولة رسلنا وفود رسلت منه لتريك ومشى وقعد وجاء ورجع وقال شنو تفضل عندك ونزول عنده حاجة جاوب قال ليك مؤسسات الدولة لحل الأزمة فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضرب بملايين السودانين مذكرا بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانين وأبوابها دائما كانت وستظل مشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم بعيدا عن الإضرار بحقوق المواطنين الناطق الرسمي باسم الحكومة ميم 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 3 أكتوبر 2021 الخرطوم مركز ميم اللي هو ميجلس الوزراء طيب نشرب مواجه هم صلى الله عليه وسلم مباركة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام أنا قرأت لك البيانة الطويل ده في 40 أو كم 40 دقيقة عشان أسبت لك كلمة المركز الغومي للإحصاء دي الكلمة اللي أنا دارك تعريفة ليها أسي اللي هي بتورينا إحنا حوجتنا شنو المخزون الاستراتيجي حقنا كم وضعنا الصحي وضعنا الطبي كل الحاجات دي بتورينا لها المركز الغومي للإحصاء اللي هو المرجعية حقة الحكومة الفايدة حقته شنو الفايدة حقته لما نجي نشوف المشكلة بين المدنيين والمدنيين والمدنيين والأسكريين الآلة الإعلامية البقود عزم طوام بشارة يهود الذي يسيطر على الإعلام ومعاه دحلان ومخابرات الإمارات والسعودية غنات الحدث وغيره وغيره والناشطين الجزم إنه البلد دي أخواننا سيجلنها في صراع عسكري عسكري وتفتقت ذهنية هؤلاء القحاتة قحتوان الليلة بدت الصراعات بينهم تصهر في الميديا وكلكم بيشوفوه بيحاولوا يسبت لنا إنه الصراع ده عسكري مدني هو الصراع مدني مدني يعني الآن محمد الفكي الجهة له بمسيلة محمد الفكي عندها صراع مع الجهة التانية لكن هما ما متطرقين للموضوع ده من الأسبوع الفات فالليلة بيطلعوا لك محمد الفكي إلى السيادي ممتاز في ناس دار السوق محمد الفكي إلى السيادي دارت السوق محمد الفكي إلى السيادي كيف عن طريق شنو ممكن تفتح الوسيغة الدستورية المضروبة دي ورتك الحل قالوا يا أخي الأعضاء المدنيين بينتخبوا واحد منهم ابقى هو الحاكم أمي سنة فتحت لك جرحة كده وقبت فا ملح ومشت خليته قلت لك يا سر عرمان ده عسكري ولا مدني طبعا تسامع السلوب بتاع السخري والكواريك هو كان فيه رسالة غيمة يعني قل ليه شنو أزالني عليك الله والله جدا عميقة يعني مرات يا بيبي الرسالة العميقة في ياسر عرمان ومالك عقار والهادي حجر اللي كان عنده مؤتمر صحفي ومناوي إنه هنديل جوعا اتفاقية الجوبة لما اندخلوا المجلس السيادي هل هم مدنيين ولا عسكريين السؤال ده خطير جدا يا بيبي ليه قل لي لأنه لما انتجي الفترة المدنية مالك عقار بتحسب معانا ولا مع العساكر برافو يا صرفة خمسة وخميسة عرفت اللعبة اللي حنقع فيها عرفت الكارثة وقعت ليك قل ليه وقعت ليه ولا ما وقعت أعيد لك تاني بالبطيء مالك عقار ده أسكري ولا مدني اتفضل جاوب هو الاتفاق بتاع جوبة مالك عقار حركة مسلحة يعني أسكري يبقى إحنا المفروض نحسبهم على العساكر لما انتجي الفترة بتاعت المدنين اللي هي هتجي بعد ما شاء الله من الزمن ما معروفة عشر 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 خمسطاير سنة بيجي مالك عقار بيقول أنا ذاتي ما دار أحكم ليه يحكم محمد الفكي الفتنة اللي بيدوروا فيها المخابرات الآن بترشيح محمد الفكي هو محمد الفكي أهليته لقيادة الدولة دي زيروا الودة اللي بيلبس فنيلة قضة يخوانا زود لا انت عارفين نزيروا لكن دي لشعللة النار طيب اللي بيخلي محمد الفكي بقى رئيس وما يخلي مالك عقار بقى رئيس شنو تفضل مالك عقار الآن حاجي يقول لك أنا محسوب مدني يا بيبي نعم انت محسوب مع المدنيين يلا أنا دار أحكم الهادي حجر الآن بقود الحراق دا الهادي حجر عنده ثغة الغبلي وثغة المسلح وحركة مسلحة الهادي الحجر دا ألبن خليه يبقى رئيس شنو تاور تاور دا طبعا جابه حزب البحث العربي لكن تاور ما عنده تأييد في الشارع اللي لانه عروبي يعني جبال النوبة تاور دا بالنسبة لهم ابن عق لكن الإعلام المسيطر لما نيجي يشتغل ويلمع زول بيلمعوه والليم يسال كباشي كباشي في منه ما عارفو لجنة أديب ولجنة البشير الأمنية في زول ما عارفو في زول ما عارفو انه هو لياور حق عمر البشير في زول ما عارف انه كباشي اعترف بفضل الاعتصام في حدثة ما حدث أيوة حصلت عملوا شنو عشر يلمعو الكباشي ويعملوا له تأييد شعبي ودوه هناك ام درمان ثلاثة اربع شباب طردوا من حتة قاموا حركوا له مواكب جو الخرطوم ما جبال النوبة تدعم ولدنا الكباشي يا اخي الكباشي غاتل ها ولدنا برضو الكباشي قال حدث ما حدث ها برضو ولدنا منه يلقى لك انه تأور ما يصهر له ناس وبعدين كل الصفات بتاع الشقة الصفي واسود ومن منطقة هامشية ومعروبي وحاقرين بيو هو بخدته ليه تأور تأور عشان بعدين يجي حركوا بيو شارع انت بتفهم بيوينها بيبي تأور الحس انت معاج بكدب يصهر له السيغة لغابة اللي بعدين يقول ليه تأور ما يبقى رئيس دار انت بقو محمد الفكي رئيس انت الكارثة دي عارفة انت عارفة بتتكلم عن شون الان مالك عقر مالك عقر وزنه القبلي والتاريخ النضالي جزمته بيه تاريخها يعني لما نشترى البوت اللابسه ده عشان نتحرك به ومن كاووده يجي هنا كبويته ومن كبويته الوقت ده ده بي عمر محمد الفكي مش في السياسة عمره كله البوت اللابسه مالك عقر قلب ما بخلي مالك عقاريب قريس المجلس السيادي شنو تفضل انا قلت ليك القصة بتاعت انك تلم احزاب مختلفة صاحبة فكرة وايدولوجية في كيان واحد اسمه فرتقة ده شغل مخابرات حينتهي من الاحزاب المدنية يا اخواننا ما تعملوا تجمع المهنين يا اخواننا ما تعملوا الحرية والتغيير اي حزب يشتغل براو ان شاء الله تقلبوها كواريك في الشارع بس ما تتفقوا لانه بحرقوكم مرة واحدة لماذا تسمعوا الكلام هو ضد المدنية وهو يمجد في العسكري يلا يا بيبي اغرف كده لما انتروه الكارسة دي الليلة لما انتطلع به هاشتاغ محمد الفتي هو طالع به هاشتاغ محمد الفتي عشان يوريك انه الخلاف مدني عسكري هو الخلاف مدني مدني والورطن فيه هم نفسهم اتفقوا في اتفاق يجوبة في حاجات ما راعوا ليه ولا كتبوه واتفرضت عليهم ومشوها في سبيل انه قعدوا في السلطة وحزابهم تكبر وحزابهم هو ما كان شغال باك انت الكتلة المستبعدة الما عند غيمة وانت بتتكلم اصرفه دايما بتقفل لينا القصة وما بتدينا حلول انا قاعد اديك حلول انت بس ما دار تتحرق يعني حسي حليفي تعينه ابراهيم الشيخ ده نزلقه في المحكمة انت بس كلامي مع عجبك بس ما بتحبني اكا انت بشي تكتبه معه طيب انا اديك هالحل الان احنا محتاجين لجهاز الاحصان عشان نعمل شره عشان نعمل تعداد سكاني انا قلت الكلام ده 2019 يا اخوان اوقفوا اي حاجة عملوا لين تعداد سكاني شوفوا السودانيين كم بعدين بنقدر نقسم الحاجات لما نتكلمنا في الموضوع كتير ما يشتغلوا به هم مادر يعملوا تعداد سكاني عشان كل واحد فيه نجي يتكلم بلغة بتاعة والله كل اهل السودان يؤيدون حزبي من هم اهل السودان وعددهم كم والمعاك كم ساعتنين وين لا والله كل اهل السودان يؤيدون كلام حمدوك مينو القال انت شفتهم وين وعددهم وين وكمهم والتكسيم والفئات جبتهم من وين لانه ما في تعداد سكان ما في جهز احصى شغال فهي واحد فيهم دار يتكلم الكلام هم دارين الحاجة ده عشان يطلعوا في الماكرافونات محمد التعايش الليلة هو سبب الكلام ده شنو سبب الكلام انه محمد التعايش الليلة قال اجمع اهل السودان على تطبيق الفيدرالية في السودان اول سؤال بنسأله له كم عدد السودان سكان السودان ما عارف كم عدد الذين اجمعوا يا محمد التعايش ما عارف اين تم استفتاء اهل السودان ما عارف الناس اللي صوتوا بيكم فيدرالية وفيدرالية كم ما عندوا رغم الناس اللي قالوا لا للتصويت ما عندوا رغم الناس الشرطوا الورقة حقا الاستفتاء. ما عنده رغم. الناس اطبعوا الورقة حقا الاستفتاء عشان تعرف انه اجمع اهل السودان. ما عنده رغم. طيب انت هتعرف الكلام ده كيف? هل تدار دولة به? محمد التعيش طلع قال يا اخي اجمع اهل السودان. الطاهر حجر ممكن اطلع يقول لم يجمع اهل السودان. البرهان يطلع يقول اجمع اهل السودان. حمدوك يطلع يقول لم يجمع اهل السودان. انا ذاته اطلع اقول لك اجمع اهل السودان على ان السينيور صرفه. الشي في الزل كده. ما في ارغام طبعا. ما يزال بيطلع بيقول الكلام الدائره. هل الحاجة ديد عملت مقصودة ايوة عملت مقصودة وبيدراية. استبعاد الكتلة الغالبة الشعب السوداني. يتما يكون عندك دور. ادوات بعادك هو الحاجة ما يديك ارغام. مركز الغوم من اللحصة ما يديك ارغام. بيعتمد على شن مركز الغوم من اللحصة. بيعتمد على تعداد السودان كم. عشان انا بعديه هو امشي الخطوة التانية. انتخابات للمجلس السيادي. انا دار اعمل بانتخابات للمجلس السيادي الان. عشان احل المشكلة بتاعت. محمد الفكي عرمان اه عرمان داسي ما مجلس اه سيادي والا هو داخل في مجلس الوزراء. عرمان دا ما ممكن يترشح للمجلس السيادي. ايجي يقول انا سيغالي وزفت الطين وجيشي ونضالي وانا لما انحاربته ومع غرن. اه دار اخوش معاكم. احنا عرمان دا عشان نسبته كنا حنسبته بانتخابات. اذا كانت انتخابات محدودة. اسمع الحل انا قاعد اديك فيوه. نعمل تعداد للسكان. تعداد للسكان هياخد زمن طبعا. لكن هيودي البلد في اتجاه صحيح. عشان هنعرف ذاته حوجتنا للكهربا كم قبل ما يطلع الوزير يكذب. وعشان هن نعرف حوجتنا للعيش والمخزون الاستراتيجي قبل ما يطلع خالسيلي كيكذب. عشان بيكون بسبب انه يا اخي استعدين على المواطنين في الشرق احنا نطلع نحاربهم بحجتينهم نقفلوا لينا القمح. نعرف بخش كم شوال بتاع قمح اصلا. بتقسم على كم رغيفة بناكلها في كم يوم. دي ما رياضيات تدار بها الدولة. وتتخذ بها الغرارات. صح ولا غلط? نعمل تعداد للشعب السودان. اي فترة انتغالية والحايا بيعملوا التعداد للسكاني. جاءت خمسة وعشرين مليون دولار قالوا للتعداد للسكاني. بعد شوية قالوا لا خمسمية. بعد شوية قالوا ستمية وتمانين. اختفت الكلامنا. ما دار اعدوكم. ما مهمين. ما دار اعدك انا. ما دار اعدك عشان ما تتدخل لي في غرار. انا اعدك عشان اول حاجة نتدخل في المجلس السيادي. الفتنة اللي حتحصل في المجلس السيادي لا يمكن تحسن بدون اعظم واكبر قوة في الارض. الشعب السوداني. بدون ما نعدوه. احنا اكبر واعظم قوة في الارض. احنا الممكن نحسم الموضوع بتاع الفتنة في المجلس السيادي. لان انت الان دخلت ثلاثة انفار عساكر وحيحسبوا مع المدنيين في الفترة المدنية العساكر في النهاية المدنيين حيقول لك الناس مالك عقارة اللي هو ما معروف خاطف لونين ديل هو مدني او عسكري او ياسر عرمان او طاهر حجر او التاني بتاع الحركة الثورية دي اسمه نول زولة البلبس نظارة دا كالمهم اه 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 جبريل ابراهيم برضو معاهم ديل حيجي يقول لك حل لانهم هم اغلبية سألتني نعم احسبوا لي مالك عقارة طاهر حجر الزولة ابن الضارة اربع ثلاثة ومعاهم جبرين جبرين ابراهيم ومناوي والهادي حجر ستة والمجلس السيادي فيه خمسة مدنيين عندنا واحدة ناقصة الكرسي بتاع ما معاشي طبعا شاءلته معا البيت قال لا ما بنوقع فيه شيلي معك فهي شاءلته البيت قاعدة فيه في كرسي ناقص لو عملنا تصويت الناس اللي اضفناهم باتفاقية السلام اكتر من المدنيين الموجودين الان يبقى هم صوت حيمشي حيقولوا حاجين ما في خيار تالت فيهم اما انو احنا نسلهم الى العساكر تاني اذا حسبتونا عسكريين نرجع الى البرهان وحميد دي او نعمل انتخابات وهم صوت اعلى هم خمسة هم ستة وانتو خمسة فبالتصويت حيبلعوكم يا محمد الفكيه الكلام ده انا دسيتو منك محمد الفكيه والله ما دسيتو انا كنت بنبه للحاجة دي تسعة شهور منه حيكون مرشح من المدنيين يا اخوان نغير الفريق بتاعكم يا اخوان نجيبه فريق متوائم متآلف لكن اه ما قاعدت اسمع الكلام صرفه ده طبعا صرفه ده حبوبتك ذاته تحمل او اشنو اسمع الكلام ورد عليو خليك من انشغالك بان والله اتا اخي انا اي حاجة في الكوكب ده انت هنا اهي الكلام اللي بقول فده انت منتبه ليو في كهارسة جاية اتا عارف الكلام ده او لا ما عارف ركز بدل اقوم وحلوا الصراح ده بالتفاوض انا الان بترى شنو والله اقرى انو الحرية وان والحرية تو يقعدوا ليهم في جخنون وحلوا المشكلة يتفقوا ما عندهم حل حيتبلعوا 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 ويتبلعوا تماما الباور اللي ده اللي اخدوه باتفاق يجوبا يطغى على الباور بتاع الواسيغة الدستورية ويتقى على الاتفاق واميساغ الحرية والتغيير هم ديلة الان متشكلين وصوتهم واحد انا بقيت اقولوا كلام ده بالراحة عشان ما يطلعوا اليك ناس بداسه وصرفه وبداعه طبعا قاعدين كل الصفحات اللي تركبني انا عارفهم مازول مريز هم ديلة الان والكلام ده اللي بقول فهو انا ما في زول في السودان من الناشطين حنلقينه بيقدر يقوله لانه مباركة دول بوجه لك الجداد حقه والطاهر حجر والحركات المسلحة ومناوي عندهم طاقة اعلامية وامكانيات اعلامية ضخمة بخوفوك فهم ما حسي الحرية وان حاولت تقدم ورشحها محمد الفكيه وتروجوا ليك محمد الفكيه الى السيادي الالية اللي بيسوق محمد الفكيه الى السيادي شنو؟ انتخابات مفروض تتكلم عن انتخابات السيادي عشان نحل الفتنة الجاهدة وطبعا انت ما تنسى انو حضرتك جبت الحركات المسلحة بكلاشاتها يعني الطاهر حجر ما هيحتاجين مش يتمرد في دارفور تغبي؟ حيتمرد لك هنا في شارع البرلمان والله يبيل حبوبتك ومالك عقار يمش يتمرد تاني في كاودا؟ مالك عقار جاي بقواته حارسل حاج يوسف بيتمرد هنا في قطعات الكبري بقى دول بتاعت مالك عقار عارف انت عملته شنو الان؟ ركز في الكلام ده عشان نحن الحل الازمة دي انا برا انو احنا نعمل انتخابات في المجلس السيادي ونبدأ نتكلم عنها الان نكفي للطريق ده كله ركز معي ونعمل تعداد سكاني التعداد السكاني ما في فترة انتغالية بدون تعداد سكاني هي الفترة الانتغالية بتتعمل عشان نجهز الناس للانتخابات حرة ديمغراطية انتغال مدني ادواته الانتخابات بتقوم على التعداد السكاني نعرف الناس كم؟ نفرز الناس محتاجين نعيد الناس واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين نقسم الناس دي الفئات واحد اتنين ثلاثة نعمل البرلمان حتى لو الشورت تيرم اللي بيدعمل البرلمان بتاع ستة شهور الى سنة البرلمان نتديه كل الصلاحيات عشان ان عقار ما يفتع خشمه ومحمد الفكي ما يفتع خشمه وحمايت زاته ما يفتع خشمه ما دام انه انت في ناس بيرو انه السودان ما عنده حل والدولة ما اشل الحياطات تعالوا نفكر سوا نعمل البرلمان منتخب حسي قدوا الناس فرصة ينتخبوا البرلمان البرلمان ياخد كل الصلاحيات والباور يزيف حمدوك زاده افهم ما في حل غير كده يعني عشان ما يكون عندنا ستة وعشرين سلطة الان احنا عندنا ستة وعشرين سلطة انا براي سلطة اول حياخد تنبع الجنب وانت سلطة ما بقى اسمعوا سلطك لاتنين مهم سلطة اتنين اربعتاشر ميجل السيادي عندهم جيش اربعتاشر جيش احسف فيه هنا البرهان عنده مليشياته والجيش نفسه حمدت زاده عنده اسمها الدعم السريع قوة كاملة جنجويد القيانات الاهلية والادارات الاهلية التراشغ اللي بيعملوا فيه الحكومة الان والكلام المدنيين الان مفروض يقعدوا يحلوا المشكلة مدني مدني ما يدخلوا فالعنصر العسكري ويجيشوا الناس انت مشكلتك مع بعض اول حاجة حلوها المواجهة المكسيكية الحتيجية والايام اللي حشوفوها ومرق المستندات والحزب الفلاني يحرق الحزب الفلاني والبتاع طبعا اي حزب يا اخواننا اساسيات الحزب لما يؤسس الحزب بيدعمل عشان يحكم هو ما طموح سياسي بس لا الحزب بيدعمل عشانه يحكم بيحكم ليه عشان انا دار انشر الفكرة والايدولوجية بتاعت حزبي اسود بها الدولة وبفتكر انها بتخارج الناس اذا الحزب السوداني لا يمكن اتفق مع حزب الامة لا يمكن تخطهم في كان اسم الحرية والتغيير دعم المخابراتي القصد منه تدمير العمل المدني في السودان والديمقراطي هم عارفين الكلام ده والسمح للحركات المسلحة الماليشيات الغير منتظمة الان هي بتتفرج انت جبت لها مدردك احنا لما انطلعنا نواجه العسكر ونحرركم من سطوة العسكر يا احزاب هاجمتونا في الثلاثة سنة اهنتوا شهدانا ومصابيننا اللي بتخليوهنا الان هم اعتصموا قدام الحكومة المدنية عشان يعالجوا انت قالوا انه اصيبوا وين اصيبوا في مواجهة العسكر لفتح الطريق امام الاحزاب المدنية اللي تحكم منو قال الرياضيات دي صرفة كنا بنواجه في العسكر اتا قال بنواجه في منو هو البشير ده اصلا بدون عسكر عنده غيمة البشير ده بدون سلاح وكلاش في الشارع عنده غيمة البشير بدون مليشيات ملسمة كان عنده غيمة ما كان عنده غيمة احنا واجهنا ولا ما واجهنا في النهائي الطريق تفتح قدام منو واجه الشعب السوداني العسكر لتحرير الاحزاب المدنية وفتح الطريق لها لحكم السودان دي كان جزانا في سنة انه نخون ولما نتكلم عن الشهداء بتقولوا بنتاج ربيهم ونتكلم عن المصابين بتقولوا او لا لهم رئيس الوزراء يعني مساحة اخي الناس في زولفي طلقه في جسم واحد بقول ليه كزاب عايش باك ما قادر تصدق انه في انسان عنده طلقه في جسمه ما قادر تصدق انه في زولفي اتحليه والاكل بالجنبة هو قاعد دي شهادة على ضح الشعب السوداني في مواجهة العسكر وكانت النتيجة انه الاحزاب المدنية اللهت العسكر ووضعته في رأسنا ولما نشقت الحرية بالتغيير واحد واثنين وثلاثة وخمسة ما كانت لمصالح الشعب السوداني ولا تطبيق الوسيقى الدستورية كانت لامنول هيكون تحت العسكر والمتحالف معه في الفترة القادمة وقلنا الدكتاتور بغير المجلس حقه هيكون حكم الدكتاتور الاوحد الافرد المتفرد بالمجد هتبقى المعركة بعدين البرهان وحميتي دي وقتها جاي مشوف التحالف بتاع حميتي طبعا لانه الان البرهان وحميتي بتصرفوا من نفسهم الكفير رافع يده بعايل لهم فالبرهان عامل فاهم محتوي الحميتي وحميتي عامل فاهم محتوي البرهان ما في خلاف ظاهر بينهم واحنا واحد لاحظتها لكن بعد شوية الكفير بيقوم برجع بيقول يا اخوان انا والله يدير واحد بس طبعا لا يمكن دولة تحكم برئيسين انت فاهم العاجة دي ولا ما فاهمه في النهاية لازم يبقى واحد دكتاتور واحد معاه اقلية حوله اللي هو النظام اللي قلته ليك الدكتاتور في القلب حوله الاقلية المستفيدة ورقنا الثالث بعاد الكتلة صاحبة الصوت اللي هو الشاب كلهم بيتعملوا معنا كده بيغشونا بس احنا هنخرب المخططات دي نطالب يا اخواننا بتعداد سكاني دارين نعرف انه نحن بنصرف كم وبنأكل كم وبنشرب كم واحد التصريحات اللي بتطليغ الحركات المسلحة وقادة الاحزاب انه احنا الاغلبية العظمة في الشيء الحزب المؤتمر السوداني يقول لك الحزب الاتحاد الوحدة ويبتاع محمد الفكير يقول لك احنا الاغلبية وإحنا المسيطرين انت ما تحسب لي ثلاثة انفار مسكتوا ليكم اربع وظائف التالاغلبية انت ما الاغلبية جيب الورق ما يثبت تعداد سكان الشعب السوداني كم وعضوية الحزب كم موسغة من المسجل العام للأحزاب النقطة الاساسية برضو كنت بتكلم فيها عن الحزب الاتحادي الديمغراطي مبارح وكنت بتكلم عن طائفة الختمية والمسألة دين نتكلم فيها سياسة انا هتكلم ثلاثة كلمات في السياسة فيها محمد عثمان المرأ والحاني شرب لمو يزور الاول اتكلم عن محمد عثمان المرأني ولا اتكلم عن كار مالكس لما بيشرح في سورات اه جنوب اوروبا الف ثمانمية تمانية واربعين في كتابه اه ايتين اه بريمير اه بونابورت اه اه بيتكلم فيها عن تشريح الثورة اه اسباب اه هزيمة الربيع العربي هو قال خمسة او ستة عناصر قال الكهنود والارستغراطيين والعسكر هو سماه كده حسالة البولولي البولوريتارية طبعا ما حدر اقول الرأو واو كل الناس عارف اني الجن في الاشماء جزال يقول ليه وما بيعرف يقول ليه يزي وعرف ما بيعرف بقر يا بابي عندي مشكلة في السين والصاد والرأ والكاف والهادي اي هافارة فهو اجمل انا ليه قلت الكلام ده لانه عمل بكري كاد بعاجل اجتماع في السفيرة السعودي تغريبا وعضوية الاحزاب واسامة داود ومعاه هنا الحرس اللي هم حسالة البولوليتارية حسالة البولوليتارية دي اللي هي احنا عندنا تسعة طويلة كانت في مصر الشبيحة او كانت في مصر في سوريا الشبيحة وفي مصر الاسمون شنو الرباطة والاسمون شنو الناس الجو فديل اللي بيفشوا للثورات رغم انه احنا تركيزنا حسي على حسالة البولوليتارية اللي بتكلم عنها كارل ماركس اللي هم ناس فغراء ما عندهم حاجة اللي هم ممكن نتركبون القطر حسي تجي تدعم لجنة ازالة التمكين وما تسأل لجنة ازالة التمكين قروش الكيزان وين لكن انت تركب القطر ايوة محمد الفقيو ودي دايل الصواميل اللي بفرتقوا لك ودي سارك مليار وستمائة مليون ما سارقة كيف ما سارقة يا زول سارقة لا زول ما سارقة خلاص ما يجيب ما يثبت لا ما حصل انه احنا طبعا فتحنا لنجزات التمكين وكان في غرباء والكاميرات رصدت بعد الناس وقاموا حرق المستندات الحسي يا بيبي دي البولوريتاريا البولوريتاريا اللي بتكلم عنها كار ماركس في 18 بريمير نابليون بونابورت فهو بشرح انه واحد من عناصر تدمير الثورات الناس المسحوقة الناس التعبانة اللي ممكن تأثر عليهم ونقول لك او يجو يوم الخميس دي الناس الخميس يقول لك هازولها صعبية انا شاهل كيسيدة خدارية واكررها مش هازولها صعبية اقيل مع المدام في البيت او انا ما عندي شغلة بسياسة يا اخي مساك المرغني مساك الصادق انا ما عندي مش كان بس اهم حاجة بس او رزق اولادي دي لجيبوه اجي ده طبعا قاعد في الكوكب عالة ده المحشر لاي ثورة انا ما عندي هلاغة انا ما وعدين من البلد تجوط يجيو يصوروه لك دي للمساكين الغلابة اللي كانوا بيشتغلوا رزق اليوم بليوم قطعطوهم وتلقاه هم يسكين يحكسر لك راسه وهو لو وديته هو ما عنده شغلة بس كيسة القيال بتاعه ما فارق يحكو ممن دي للي بيدمر السورات ده اللي اتماع الحاصل الان في مقر وسامة داود الارستغراطين اصحاب الاموال والحرص الحولهم الناس اللي بحركوهم وقادة الاحزاب والكهنوت الليل احنا في ازمة دخول الحركات الارهابية ما سمعنا الرأي بتاع المرشدة العام للمسلمين في السودان وزير الاوقاف هو يشاهد على وين ما بيقدر اتلا يتكلم دي الفتنة الدينية المحتاجة حل يعني تيجي تتكلم دا الكهنوت دا الدينة الجديدة الابراهيمية ما عنده مشكلة ما هو الرأي نحسي هو موقف وجه وده التحالف الفرتق السورة دي والشعب السوداني لما انضحه واجه العسكر عشان المدنيين الان انا بوريك الهس انا احسن لك موضوع المرغني ده في المرغني فيه لا تكلمة وين المرغني مين البحصل في بوريك سودان نعم اين المرغني في ما يحدث من الشرق عنده كتلة خرافية لو شفت الوفاة بتاعت ولده القبل يومين الوفودة الجات دي اللي حشد لا بي مكرافون لا بخمسة مليون لا بعشرين مليون ممكن تحشدون دي الناس جوع عقيدة عديل ملايين الاف في مسجد ست مريم ان نسوم براهم بالالوان والرجال براهم والليلة في اعلان عن انه في موكب بتاع تازيه متحرك من القضارف ده انا اتوقع نص القضارف تكون فيه لماذا لم يتدخل محمد عثمان المرغني في حل مشكلة الشرق اجابة هناك سريعة لانه انا ما عندي زمن فضل ما عارف انت ايوه ما عارف لانه المشكلة بتاعتها الشرق عاملة محمد عثمان المرغني عشان كده ما تدخل في حله نقطة عارب انتهى كده قفرنا موضوع اللحزاب وسياسة يعني مع قطاعنا زلط في زول لانه هو العاملة بس لانه هو العاملة انا ما نجي اتكلم في الموضوع ده حتكلم بالتفاصيل في وقت اللاعق اوريك الفتنة التانية في الشارع وشق الصف اسمع دي حرية وان والحرية تو الان هم اجسام موجودة ايوه الحرية وان وتو اللي هم الحرية المؤتمر الوطني والحرية المؤتمر الشعبي هو ده اقرب وصف من ونثو بيناتن في اولاد مشتركين في بيت وطبيخ وعفش في بينن ناشطين مشتركين الناشطين هينين يعني ممكن ده اشتروا له توسان ده اشتروا لان دو كروزر بيبيع زي شب شب الملك المؤسسة الان هو تايه ما عرف شو ده علوين انا وريتك شب شب الملك المؤسس محركان مخابرات اتا بس مادرت اختنع لما اتكلمت لقى عن تركيا الشيخ اول زور يتكلم عنه كان شب شب الملك المؤسس رغم انه هو مريخابي ولما انجا في العشة بتاع المريخاب جاب الفيديو حقه واستهتر حتى بالصحابة قال يا اخي المريخاب جعانين بياكلوا في العشة صوت الملاعق زي كانك في معركة بدر ومعركة بدر لا انت لجابك ممكن اتكلم فيها لكن هو دارت مصخر في الدين باي شكل من الاشكال الودبة بيظهر في نفسه مسكين اخوان شب شب الملك المؤسس والناشطين اللي كانوا بجدليهم مساحة للمخابرات ديلة دخلوا في نادي المريخ المجلس بتاع نادي المريخ لأول مرة في التاريخ ينقسم الى اتنين ولأول مرة في التاريخ تحصل الشكل اللي حصلت بين الجماعة بتاعنا المحتالك والجماعة بتاعنا الدجال التاني ده حصلت ولا ما حصلت اول مجلس بتاع مريخ يدخلوا فيه الحسالة زي شب شب الملك المؤسس عضو مجلس رئاسة المريخ ودي كانت فتحة المخابرات امة المريخ وشعب المريخ كان ممكن يؤثر الان في الاحداث دي اذا طلح فيه قيادة حكيمة ووجهت الشارع ووجهت امة المريخ كان ممكن تكون كفة في المعادلة الحاصلة الان ولكن قدروا يستغلوها في الفترة الفاتت فارتقوها دخلت فيها المخابرات تركي اهل الزفت ومعاه الزفت اسمه شب شب الملك والعضوية شفت العضوية كان فيها منه رقاصات وفنانين وغنايات وحتى فنانين ميم بيطمحوا في غيادة امة المريخ وبيقولوا لك علني والتسجيلات موجودة في فيديو في غنوات يفتحوا ليه وانا الغنوات قال انا مدعوم من السعودية الفنان قال الكلمة انا حشغل لك الفيديو انا جيت حزرتك من الموضوع ده الا ما حزرتك لما شغلت لك الغنية بتاعة الفريق بتاعنا دي الاهلي في في تركيا للشيخ تطعهم قلت ليه الفاظ خادشة للحياة قلت لك عشان تتذكرها الان امة الهلال ماشى في نفس المسار ابعاد القطبين ديال من ما يحدث في الشارع ويلهاءهم بمين حازم ومين سوداكال سوداكال ده نطة من عربية طالع من سجن حرامي حرامي لا لا هو طبعا قدم للمريخ قدم شنوانت حمار ولا شنوانت وانت طلحت الان من الرصة همك ويتعايش في عالم تاني انا ما تتكلم معك انت في كوكب تاني انت ما بتسمعني عندك مشكلة اكبر فحصل في مجلس قيادة المريخة واسمه مجلس رأسة المريخ انا ما عارف المجلس اللي بقولها ايشنو في مصطرحات ما بعارفه المين مجلس قيادة المريخ اتفتحت العضوية لناس انتو شفت صورهم قاع المدينة دخل المريخ ادارة المريخ ولعبت المريخ وجمهور المريخ كان راقت في الوقت دائر قروش من اي يزول يقول لك ما مشكلة والان سيطروا عليك وطلحت بالجدوة والهلال ماشي في المسار ذات تركيا الشيخ رسل للهلال طابعة بتاع الفنائل بمية وتمانية دولار وانا قلت ناشدت الخندقاوي وهيسم مصطفى وانا قلت له ان انا بايجيب ليكم طابعة بمية وتمانين الف دولار شوفوا اوين بس تركيا الشيخ ما يخش حسي بدق لايف هنا بيجيب الطابعة البيمية وتماني ادخلوا المخابرات اخوانا ما ادخلوا المخابرات اخوانا والتجربة شفتوها في الموكب اللي كنا طالعينه الى احمد الخير وكان المخابرات مستعدة للموكب في استاد الهلال اللي كان هيغير المعادلة الناس مشهوا الكورة وبعد ذلك لجنة تجمع المهنين طلعت بيان قالت له انه الظروف وكذا خلاص هنعملوا وقف احتجاجية ساعة 6 ميسا في الاحياء بابي ذا دا لعب عظيم ركز الان دي كانت عرضية بس عشان تعرف المخابرات بتلاك كيف الان الخلاف بين الحرية وان والحرية تو بينهم ابناء شرعيين وغير شرعيين في لجنة مقاومة بتدين بالولاء للحرية والتغيير وتصنعت من الحرية والتغيير وبتاخد قروش من الحرية والتغيير حصل ولا ما حصل طبعا حاصل انا ما محتاجة ببليك ما يثبت انا ما قاعد اثبت كلامي تمشي انت تثبت انه انا كذب طيب اللجان دا حتمشي وين حتمشي مع الحرية وان ولا تو اه ما كده احنا نستعد لي مواجهة مكسيكية في الميديا وفي الشارع لجان حرية وان مع لجان حرية تو في حيحصل موت في الشارع هو الان اللي حصل انقسام في الشارع وفي خط الثورة قادة الحرية والتغيير نفسها لمن لتمكين العسكر احنا العسكر بنعني الدعم السريع والجيش انا بقدر اقولها كذا لحظو ان ما في الحرة والتغيير بقدر يقولها بقولوا العسكر ما بجيبوا سلط الدعم السريع ولا ابراهيم الشيخ في بيانه البيان بتاعي هذا وشكرا اللي اخونا الفاتح اللاحظ للحاجة دي البيان بتاع ابراهيم الشيخ خمس بدين البرهان وما بدين الدعم السريع ولا جاب سيرة لإحمدتي ولا جاب سيرة للدعم السريع في حين إنه إبراهيم الشيخ عارف إنه الكيانين مفصولات الجيش والبرهان والدعم السريع وحمدتي لكن قال يا أخي قتلت الناس في فضل الاعتصامي بالآلاف ولا تستطيع أن تفض ترك في الشرك ما جاب سيرة الدعم السريع ولا الناس الحسع طالعين يشكروا في عبدالواحد والحلو لأنه ما نضموا لاجتماع قاعة أردول الحلو وعبدالواحد ما نضموا ورأيكم شنو في حمدتي ما ظهر أه حمدتي ما ظهروا مبارح إنتوا الرأي شنو إت قايل إنه أردول عنده غيمة إحنا بنشوف القاتل اللي بيحتموا بي والناس حمدتي واقف مع منه حمدتي مبارح ما ظهر في القاعة بما لكم ما قلتوا حمدتي يعني نحيو ما أنت حييت الحلو لأنه ما جاء وحييت عبدالواحد ما جاء يا شبشي الملك المؤسس عاملك لايف كان فيه عدد كبير من الناس طبعا لما مخلوع إنت ما لك ما جبت لون سيرة حمدتي ما قلت أي زول ما شارك في الموضوع ده إحنا نحيوه نحترمه حمدتي ما ظهر ما لك ما جبت أسيرته ولا جاء أبو أهلك يقدر يقول الكلام ده شبشي الملك المؤسس عامل مخابرات جزمة إنت حسي الآن إنت بيجيت مجاه جهة ستة ألفي ريالك تجيك من وين بيجيك يا بيبي ما أنت زول جزمة ساي في مليون زول بيشتريك إنت معروض الآن إنت الآن بي ملفاتك معروض في جهر تشتريك بتلمك طبعا توصيني تكدي قم رح أنت وشك ذا طيب لجان مقاومة خلينا لجان مقاومة الخلافة اللي هي الآن بتتبع لمنه لجان مقاومة دي حتتتبع لقحت وين ولا قحت تو ده خلاف كبير طبعا ده إرث الكيانات المستغلة اللي بتدعم الحكم المدني والأحزاب وهي مخدوعة طبعا وهي اللي بيتفرخ ليهم اللي جان مقاومة والبيتفرخ ليهم الناشطين المستغلين دي حتتتبع لمنه ده خلاف برضو كبير جدا مفروض الناس تنتبه ليه وتقف أنا قال له للعشق شادي ولي وأنا الذي أشد بأورادي ولي منذ تلاني العشق بالشوق التلي قلت سنداني مدداني في أواني العسري ولنتنهضاني حين يدنو من أواني أجلي لم ينهضاني صحت قاضاني الذي لم يمهلي أهملت أشجاني ففاجاني بوصل عجلي لو أنه يا ناس أرجاني لأن جاني من الحسن الجلي للعشق في عيني صلاة أصطليها من يصليها ورائي يصطلي وبرضو نانسي عجاج قالت ميلاد ميلاد جدام